انطلقت اليوم الخميس بأكرة أشغال دورة العادية الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بشراكة المغرب ويمثل المملكة المغربية في هذه الدورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربات المقيمة بالخارج سيد ناصر بوريطا وخلال هذه الدورة سيبحث وزراء خارجية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأفريقي عدة تقارير بما فيها تقرير الدورة العادية 48 للجنة الممثلين الدائمين وتقرير أنشطة موضوع الاتحاد الأفريقي لسنة 2024 تعليم الأفريقي يواكب القرن 21 بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى تعليم شامل وذي جودة ومستمر مدى الحياة وملائم لأفريقيا كما سيتم تنول عدد من المواضيع بما فيها مشاركة الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين وشراكات الاتحاد الأفريقي ومن المرتقب أيضا أن يصادق المجلس التنفيذي على ميزانية الاتحاد الأفريقي لسنة 2025 وستشكل مشاركة المغرب في هذه الدورة مناسبة للترويج للترشيحات المغربية لهيئات مهمة بالمنظمة الأفريقية ترجمة نانسي قنقر